اشتركوا في القناة وارتقاء بمسيرة كرة القدم في المنطقة كما استعرض الجانبان الدور الريادي للإمارات في دعم المبادرات الكروية على المستويين الآسيوي والدولي وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان بدور الاتحاد الآسيوي وجهوده في تطوير رياضة كرة القدم منوها بالاهتمام الكبير الذي تليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المبادرات الرياضية المحلية والدولية من جانبه عبر مع الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان على حسن ضيافة وحفاوة الاستقبال منوها بالمكانة الرائدة التي تحتلها كرة القدم الإماراتية على ساحتين القرية والدولية مؤكدا حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مسيرة اللعبة في القارة الآسيوية جاء اللقاء بالتزامن مع استضافة أبو ظبي لمنافسات نسخة الثامنة عشرة لكأس العالم للأندية الإمارات 2021 التي تشهد مشاركة نخبة الأندية أبطال القارات وتختتم منافساتها يوم السبت المقبل